يا جماعة مين بيسدق انه هذا المشهد اللي شايفينه قدامكم الان لعبي وليست واقع شي صادم صاح؟ وانتظر لحتى تسمع الصدمة الاكبر لما بتعرف انه هذا المشهد ما فيه اي تعديل او رندر ها؟ شلون يعني؟ يعني هذا المشهد متسجل بشكل مباشر من جلسات التصوير بدون ما يعدله او يحسنه اي شي فيه وعادة المشاهد اللي بتسجل بهالطريقة بتاخد ايام وربما اسابيع من التعديل والتحسين لحتى تظهر بهالجودي لكن الان ومع التقنية الجديدة بمحرك الانريل انجين 5 حصلنا على هيك نتيجة بسرعة قياسية رح احكي اكتر عن هالتقنية ان شاء الله خلال هالفيديو لانه نعم اليوم رح احكي عن كل الاخبار الخاصة بشركة ايبيك جيمز من خلال مؤتمر ستيت اوف انريل ونحكي عن امور مجنونة بمستقبل الالعاب وابرزة طبعا فورتنايت والطور الجديد اللي قد يغير صناعة الالعاب للابد لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة زي ما كنتم مشتركين وصلوا على رسول الله وخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اول شي بلشت شركة ايبيك جيمز بالهياط باختصار يعني انا هيك سميتها واستعرضونا هيك عدة ارقام قالك والله ايبيك جيمز ستور فيه مجموع اكتر من 230 مليون مستخدم يعني 230 مليون حساب على ايبيك جيمز ستور باكثر من 68 مليون مستخدم نشط شهريا رقم خرافة بصراحة لكنه هياط متل ما قلتلكن لانه الرقم يبدو فعلا كبير ومرعب لكن بخباياه عشرات الملايين من اللاعبين اللي ما بيلعبوا الا فورتنايت والاخرين اللي نشطين شهريا بتحميل الالعاب المجانية لكن احقاقا للحق هذا الرقم بيستاهل الاحترام شو ما كان وبيستاهلوا ايبيك جيمز احلى تحية على صملتهم واستمراريتهم المبهرة زقفي يا جماعة زقفي لأيبيك جيمز لانهم بيستاهلوا زقفي عزيز المتابع مشان الله لا تقول لي انك صدقت وقعتت زقف عن جد مش حلوة بحقك يعني لو مر حدي من جنبك وشافك عم تزقف وانت عم تطلع على الجوال يعني ما اي شغلي بقولك يا هاليوتيوبر بتصدقوا وبتعملها المهم بعدين عوضو لنا شغلي باعتقد انه من اكثر الامور المبهرة بصريا اللي شفتها السنة ديمو للانريل انجين 5.2 التحديث الضخم الجديد للمحرك واللي بيحمل عدة مزايا للمطورين طبعا هالمزايا ما بتهمنا ولا منفهم فيها شي فخلونا نركز على الامور اللي فعلا بتهمنا ومنفهمها واللي هوي الديمو نفسه اللي استعرضو لنا اياه واللي كان صج عجيب شوف عزيزي المتابع على هالبيئة اللي متروسي تفاصيل دقيقة شوف فيزيائية السيارة مثلا وتفاعله مع الاشياء حوالية مثل الصخور والاحجار وكيف تحس حركة السيارة واقعية فعلا وكأنه تصوير واقعي مش لعبي المياه وتفاعله مع السيارة والتأثير اللي بيصير على بادي السيارة من محيطة كيف بالله هي كلمة بادي السيارة تحس كأني خبير سيارات ها والله بادي السيارة عجبني شوف على هاللقطة هاي مثلا يا رجل سديني انك فينك تضحك فيي على كتير ناس وتقنعن انه صورة حقيقية هذا غير التجربة الصوتية الرائعة اللي شفتها هون او بالاحرى اللي سمعتها هون واللي كانت جدا دقيقة وجميلة لكن حط بالك انه هذا ديمو استعراضي يعني هذا الشغل يعني يفرجوك ياها لحتى يفرجوك شو بيقدروا المطورين يعملوا هاي مش لعبي بتقدر تلعبها لا 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 مجرد عيني انصحها التعبير تهدف لانه تفرجيك كيف فينك تعمل بيئة مشبعة بالتفاصيل وتظهر هالتفاصيل بافضل شكل ممكن وتتفاعل مع محيطة مع الكثير من المعلومات عن كيف انه المحرك بيفهم على المطور وبيساعده بتسريع عملية التطوير من خلال فهم الذكاء الاصطناعي بالمحرك للبيئة اللي انت عم تصممها والنمط اللي عم تتبعه جرافيكس مو بهر بصراحة بقوة تقنية عظيمة انا ما بعرف ايمة رح نوصل لهالمستوى لانه الجيل رح يخلوه وصول السماء وصلنا لكن بشكل عام بعتقد انه ايبيك جيمز من اشتر الشركات اللي بتعرف كيف توصل المعلومة لللاعبين من خلال فيديوهات توضيحية وديموات رائعة دائما بيبهرون فيها ثم بعدين انتقلنا لاحد ابرز اركان هذا الفيديو احد اكثر الاشياء اللي كل اللاعبين بالعالم الان عم يحكوا عليها فورتنايت طبعا وتطوره الرهيب ابتداء بالشابتر الرابع ومظهر البصر المغري اللي كل الناس صار يحكوا عليه واللي ما صار بهالروعة الا بعد انتقالهم للانريل انجين 5 اللي ساعدهم على تحسين الاضاءة والتفاصيل مع المحافظة على اللمس الفني اللي ميزت فورتنايت وصولا الى طور الكرياتيف الجديد كليا او اللي سموه كرياتيف 2.0 وهو النقل النوعي ليس فقط في اسلوب الكرياتيف بل بكامل فكرة انه اللاعبين يصمموا اشياء داخل الالعاب اذا بعمرك ما لعبت فورتنايت خلينا اشرح لك طور الكرياتيف بشكل جدا مبسط فكرته انه اللاعبين بيقدروا يستخدموا ادوات بتوفر لهم ياها الشركة لحتى يصمموا خرائط بيقدروا اللاعبين اخرين يدخلوا ويلعبوا فيها الان مع الكرياتيف الجديد ايبك جيمز نقلت الموضوع هذا لمستوى اخر تماما لمستوى بيسمح لللاعبين مش بس والله يعمل خريطة او ماب وتحدي الطيحة وتحدي الفخ وتحدي السرعة وما بعرف شو لا 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 الان صار بيقدروا يصمموا العاب كاملة داخل فورتنايت خليني اعطيك لحظة بس لحتى تستوعب الموضوع عزيز المتابع ايبك جيمز اطلقت مع برنامج الكرياتيف 2.0 اضافي على محرك الانريل انجين 5 اسمه UEFN بتسمح لي اي شخص بالدنيا انه يصمم لعبي كامله وينشرها داخل فورتنايت ولما بقولك لعبي فانا بقصد لعبي جيم يعني بمراحل ونظام تقدم وقصة وونلاين واللي بدك وعلى العكس من تقريبا كل الالعاب بالدنيا اللي بتتيح لللاعبين فرصة التعديل والتطوير فيها ايبك جيمز رح تعطي الناس فلوس مقابل تطوير الالعاب بنسبة 40% بتروح لجيبتك عزيز اللاعب او عزيز المطور المستقبل لو طورت لعبي داخل فورتنايت ونشرته هذا الشي يا جماعة ممكن يغير صناعة الالعاب فورتنايت ما اكتفت بانه غيرت صناعة الالعاب الاندلاين بال2017 فبالالفين وثلاثة وعشرين انتقلوا للمستوى الاكبر انتي متخيل انه لعبة فورتنايت بتقدر تلعب فيها العاب اخرى وهون انا عم بحكي عن العاب كاملي مش مود مش طور مش شغلي مش فعالية حتى انه ايبك جيمز حاطين امثلي هني مطورينها لعبة مغامرات هاكن سلاش بتقاتل فيها وحوش وبتحصل على كنوز لعبة رعب وغموض وحل الغاز فيها هيك توجه قصصي وعاد لما لعبتها كنت لابس كين ليون كينيدي يا سلام احلى كومبو لعبة اونلاين مثل كول اف ديوتي دومنيشن مصممي بشكل جدا رهيب اول ما لعبتها قلت يا عم انا مستعد العب هالطور لحاله لمدة اسابيع وشوف على هالجرافيكس وعلى هالمستوى البصري الرائع الجيم بلاي بيتغير منظور اول منظور تالت وهذا كله على فكرة عينات بسيطة استعراض لا اكثر لمحة بسيطة جدا على مستقبل كتير رهيب خلت كتير ناس أوريدي يزيد احترامهم لهاللعبي ولهالتطور الهائل اللي عم تطوره خلال السنين فلذلك بدياك الان تتخيل فورتنايت مستقبلا بهذا الشكل انتي ما بتحب اللعبي ولا بالطيئة ولا بتفكر اصلا انك تلعبها لكن في لعبي داخل فورتنايت جدا رهيبي وحابب تجربها فهمت الفكرة شلون؟ وضحط لك القصة كيف صارت؟ فهمتوا ليش فورتنايت عم تعمل شيء ممكن فعلا يغير صناعة الالعاب للأبد؟ كم مطور رح يساوي لعبي داخل فورتنايت؟ ومن بعده رح يكتشف انه مطور واعد ويصير مطور مستقل يعمل ألعاب إلى جماهير آفاق كبيري ممكن يفتحها هذا الطور ممكن تعطي فرص كتير لناس كتير والأهم انه رح تخلي فورتنايت أشهر لعبي بالعالم هني اردي في عندهم أكتر من 500 مليون لاعب وووه بصراحة تحيي أخرى لأبك جيمز انه ما عم يستسلموا أبدا مع فورتنايت وكلما ظننت أنهم سقطوا ينهضوا مجددا وكأن لم يسقطوا الله عليك الله عليك يا depth reviews ولي حبيته بهذا المؤتمر أنه مش بس كلام عن قديش والله إبيك جيمز شركي كويسي وفورتنايت أحسن لعبي بالعالم لا 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 أبدا بل فيه حتى استعراضات تقنية لألعاب مختلفة فمثلا حضر استوديو اسمه كيوبت لحتى يستعرض لعبته اللعبة مش كتير واضحة فكرتها لأنه استعراضة كان تقنية كتير لكن شدني المطور لما حكى عن نقطة قال فيه أنه محرك الانريل انجين فايف بيتميز بسهولة التعامل معه من ناحية الجرافيكس والإضاءة والاوبتميزيشن وهالأمور وهذا الشي على كلام المطور عم يساعد المطورين أنهم ما يحطوا وقت كتير طويل ومجهود كتير كبير على الأمور البصرية وبالمقابل يوفروا هذا الوقت لحتى يصبوا تركيزهم بالكامل على الجيم بلاي وتصميم المراحل وهالأمور مما بيضمن لهم جيم بلاي حلو بالنهاية وبنفس الوقت جرافيكس قوي لأنه المحرك عم يساعد على هالشيه إذا كانت هاي الميزة فعلا موجودة ومش تطبيل من المطور فهاي صراحة ميزة جدا عظيمة وبعتقد رح تساعد كتير مطورين مستقبلا لعبي أخرى استعرضوه اسمه King Arthur Legends Rise وهاي اللعبي على الرغم أني ما بعتقد رح تثير اهتمامكن بس اللي أثار أنا اهتمامي من استعراضة أنه وبفضل التقنيات الموجودة بهالمحرك الآن رح نبدأ نشوف هالنعيم الألعاب بتحتوي على Graphics أفضل Animation أفضل وقفزي تقنية بشكل عام ولو أني حتى هالكلام ما كتير اشتريته بصراحة لأنه قفزي منطقي على أي محرك بالدنيا مو بس Unreal Engine لكن اللي فعلا كان استعراضة طيب ولزيز هي لعبة The Lords of the Fallen تتذكروها؟ اللعبة اللي ظهرت أكتر من مرة عند الزميل سابقا استعراضة كان تقنة بحت لكنه بنفس الوقت يااخي رهيب وممتع جدا للمشاهدة ما أبعرف ليش ممكن لأنه كان فيه استعراض لخصائص اللعبة التقنية وبنفس الوقت استعراض أمور داخل اللعبة مثل تفاصيل الشخصيات وملابسها وتخصيصها البيئات وجمالها والإنعكاسات وهالأمور هاي اللي بحب قلبك بال Graphics لك حتى فيه لمحات عن Gameplay هيك سريعة جدا من داخل اللعبة شددني لحتى أكمل ولحتى أسمع كل الكلام اللي عمين حكى وشوف لي بالله عليك هالمشهد هذا يا رجل ذكرني ب Bloodborne A Hunter Most Hunt الإضاءة بهاللعبة رح تكون كتير محسنة بفضل تقنية Lumen تبع Unreal Engine 5 الانتقال بين العوالم رح يكون سلس وجميل باختصار استعراض ليس فقط بحمسك لللعبة لأنه قوي تقنياً بل حتى أيضاً لأنه فيه أمور فنية كتير مثيرة للاهتمام شايفين كيف هالمؤتمر بتحس كأنه State of Play من سوني وعلى سيرة سوني حضر استوديو اسمه NC Soft واستعرضو لنا لعبتهم الجديدة السينمائية تحت عنوان Project M طبعاً الاستوديو ما له أي علاقة بسوني على فكرة بس هيك فيه حركة رهيبة سويتها بالانتقال بين الموضوعين اللي لاحظه بيكون أسطورة استعراض اللعبة كان بطريقة ذكية جداً بحيث أنه رئيس الاستوديو كان داخل عالم اللعبة كشخصية وعم يقدم اللعبة وفكرتها من جوة عرفتش لون؟ ما عرف ليش اللعبة بأول نظرة عطتني هيك فيه كوانتوم بريك ما عرف حسيتك تشبه كوانتوم بريك فيه مدح كبير على هاللعبة لكن شخصياً ما نشايف هالثورة الخارقة يعني اللعبة فيها جرافيكس قوي هذا أكيد بس مش أكتر من هيك مش أكتر من أنه لعبة شبيهة بديترويت مثلاً وهالألعاب من ناحية الخيارات القصصية اتقلنا لآخر وأحد أهم فقرات هالمؤتمر واللي حكوا فيي عن الميتاهيومن أوهوهو بوي متاهيومن هي تقني مستخدمة بالانريل انجين مخصصة للوجوه وتفاصيله وقربة للواقع بالمؤتمر أعلنوا عن متاهيومن أنيميتر فكرتوا أنك بتقدر بأي طريقة حتى لو بيجوا أولك عادة اتصور فيديو وتنقله لداخل المحرك ويصير كأنه فيشل كابتشر أو التقاط حركة الوجه الاحترافي بالألعاب بتصور وجهك هيكي وبتعمل الحركات العجيبة هاي وبتطلع لك النتيجة مباشرة واللي عادة بتاخد أيام أو أسابيع لتطلع ولحتى يستعرضون لياها بشكل أفضل اتعاونوا مع نينجا تيري مطورين لعبة هالبلاي 2 حصرية الإكس بوكس وعرضوني هيكي لقطة سينمائية قصيرة جننة العالم لما شافوها شو هاد يا رجل عرفت اللي أنه هاي لعبي ولا حقيقة شو هالجنون طبعا اللقطة هاي على فكرة مش متصورة بالجوال أكيد طبعا تصورة بأدوات احترافية طبعا لكن بمساعدي من تقنية متاهيومن وشوف يا حبيبي طبعا لو تابعت الفيديو هذا بدون ما تعرف خبايا رح تطلع هيك تقول يا أخي في مشاكل بحركة الشفائف لكن لما بتعرف أنه هاي نسخة مباشرة لقطينة بدون أي تعديل رح تنصدم بجودي قد تكون أفضل من 3-4 الألعاب الموجودة حاليا شي ثورة وجنونة لأبعد الحدود بصراحة بدك هيك فترة لحتى تستوعب الأشياء اللي عم تشوفها أصلا لأنه عن جد تقنية رهيبة ورح تنقل الألعاب لمستوى آخر تماما هالبلاي 2 من لما أعلنوها قالوا أنه هدفنا نعمل لعبة ثورية من ناحية الجرافيكس فمن أول إعلان شفنا ثورة بتعابير الوجوه وتحريكها ثم بالإعلان الثاني شفنا بيئات رهيبة بتفاصيل جدا عالي والآن عم نشوفها المستوى المتقدم بالتحريك والتقاط الحركة لحد الآن ما بنعرف شو موعد إصدار لعبتنا لكن المتوقع أنه رح نعرف بشهر يونيو القادم بمؤتمر الأكس بوكس إن شاء الله واللي رح أغطيه بالكامل بإذن الله هون على قناتكن وإلى ذلك الحين لا تنسوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتشيكوا هيك على الفيديوهات السابقة لو فاتكن منها أي شيء وشاركونا رأيكم بالتعليقات بكل أمور اللي حكيناها بهذا الفيديو لأني بعتقد أنه فيديو مهم وفيه نظرة كتير كبيرة على أشياء كتير مستقبلا في عالم الألعاب تقوموا ألف عافية المتابعة ونراكم إن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم